ابني لا يصلي ماذا افعل اذا كان صغيرا علينا ان نصبر عليه وان نعلمه وان نحببه في الصلاة وان ندعوه اليها وان نذكره بها احيان كتير جدا بيبقى انشغال الاولاد ايام الدراسة في المذكرة والدروس واللي مش عارف ايه يعني يروح المدرسة واجبات يروح الدروس واجبات في ثورة المدرسة والدروس واجبات ده واجبات دي العيال اح ممكن بالفعل لرقة الدين ينسوا موضوع الصلب يبقى هنا نذكرهم انتهي ابن صلوت الظهر اه يا انا جيت من مدرسة واتشغلت وروحت الدرس بغير ما صلت الظهر طب ام يا ابن صلت الظهر بس انا ابي دي رأي تصلي ما صلتش للعصر ولا المغرب كمان طب صبتك صعب اوي طب ام صل بقى الظهر مقاولة وبعدين بعدها العصر وبعدين بعدها المغرب طب لو قل لك انا صلت العصر والمغرب والعيشة ونسيتها صلت الظهر يعمل ايه خلص قل له اللي انت نسيته صليت دلوقتي صلت الظهر بس اربع ركعات وما فيش اي مشكلة بعد كده وداي من احرص على الصلاة لو في موقع الدرس انت بتنسى يقولك لا لو في اكل بتنسى تفطر يقولك لا بتنسى تتغدى لا بتنسى تلبس الكوتش بتاعك ونتنازل لا بتنسى تلبس وتنازل لا بتنسى صلي اه الله يبكئيني شأن الصلاة اقل من شأن الكوتش واللبس والاكل والشور وحد كلها لا لابد ان احنا نعظم قدر الصلاة يبني ونحب الصلاة تالصلاة من الصلة صلة بينك وبين ربنا انت بتقابل ربنا تالى اللي ربنا بيحبه هو اللي بيوفقه انه يصلي ده توفيق ربنا عز وجل نحبب اولادنا في الصلاة ونحثوهم على الصلاة ونعينهم على الصلاة نسأل الله تعالى ان يهديهم جميعا قال تعالى وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها